موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي من لقلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل المجاملات بين البشر أمر موجود ومطلوب والرب الإله بيوصينا أننا نتواصل مع الآخرين كل الآخرين ونشاركهم في مناسباتهم سواء كانت مناسبات حزينة أو مناسبات سعيدة فالوحي المقدس يقول فرحا مع الفرحين وبكاءا مع الباكين لكن لما تنحرف المجاملات عن الطريق الصحيح وتصبح نوع من النفاق أو تسوق فعلها لظلم آخرين أو تخليه تنازل عن مبادئه أو يقتل ضميره فكل الأمور هذه هي كوارث في الحقيقة ومرفوضة تماماً أما الكارثة الأكبر فهي لما ينحرف الإنسان في مجاملاته إلى التلاعب في العقيدة الكتابية وتطويع الآيات بما يخدم فكر الشيطان وشهواته وخططه وأعماله المسيح يدينا روح تمييز في الأيام الصعبة دي أيام مرة حملت لنا تعليم غريبة ومتنوعة ضد الكتاب المقدس شدة مرارة الأيام دي بتعاليمها نابعة من كونها تعاليم صادرة للأسف الشديد عن مسيحيين لقبتهم أنا في الحلقات السابقة بتعبير الإخوة الكذبة التعبير ده جرح بعض من مشاهدين الأحباء أنا بعتزر آسفة جداً أن التعبير ده جرحكم لكن في المقابل أنا آسفة جداً لأني مش هكدر أجامل أي حد على حساب الحق الإلهي سمحوني ويصلوا الأجلي وخلونا نشوف مع بعض عنوان حلقة النهاردة مجاملة الأديان على حساب وضد المسيح الحق المطلق هنكون طبعاً كالمعتاد في انتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم وأسئلتكم بنرحب بوحيد وبنبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلاً بك وحيد أهلاً فضوى وأهلاً بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب عنوان الحلقة مجاملة الأديان على حساب وضد المسيح الحق المطلق يعني مين بيجامل مين وإيه هي الأديان وخلينا نفهم كده الموضوع طبعاً بعض زي ما أنت ذكرت في المقدمة للأسف بعض المسيحيين ممكن يجاملوا كل ما هو موجود على الساحة هو أديان وثانية يعني لا يوجد إطلاقاً تعبير الأديان السماوية هذا التعبير تأليف إسلامي لا علاقة لنا به نحن ما هو موجود في كلمة الحق هو العهد الإلهي الأول الذي يسمى العهد القديم الله مع الشعب في أيام موسى وخروج شعب إسرائيل من أرض مصر على حساب دم الزبائح التي كانت ترمز إلى المسيح كلمة الله ثم العهد الجديد العهد الكامل الذي كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه يسوع المسيح له كل المجد هذا هو الكتاب المقدس عقيدة واحدة لا يوجد أديان وبالتالي كل مجاملة لما يسمى بن قوسين أديان هي كلها في النهاية تصب في تأليف الشيطان لهذه الأديان وهذه العقائد على مر التاريخ لكن لا علاقة لها بالتيار الصحيح الرسمي للكتاب المقدس تيار الوحي الإلهي وبالتالي نجد بعض المسيحيين يجاملون الآخرين على حساب المسيح وبل مش بس على حساب المسيح ضد المسيح لأن المسيح رسالة واضحة معلنة في الكتاب المقدس وبالتالي لما أحاول أغطي أن المسيح هو الحق المطلق الحق الكامل الطريق الوحيد إلى آخره يبقى هنا يبقى ضد المسيح على الخط المستقيم فإذن سؤالك من هم هم بعض المسيحيين للأسف نعم والأديان كل الأديان أي دين أصلا لا يوجد أديان معناه في آلهة وهذه الحقيقة في آلهة وهمية لا يوجد غير الإله الواحد الحقيقي ما عندهش بقى أديان ما غيرش رسالته عبر التاريخ هو إعلان من البداية أنه لا خلاص إلا بالمخلص الذبيح الأعظم نسل المرأة وهكذا عبر هذا التاريخ في الكتاب المقدس إلى أن جاء النسل المعروض به شخص المسيح الله الظاهر في الطبيعة البشرية هذا هو تيار الوحي المقدس الخط اللاهوتي في كل الكتاب المقدس واضح فلماذا التنازل عنه ولماذا مجاملة الأديان الأخرى على حسابه ضد المسيح طيب بشكرك وخلينا نبدأ نشوف الإخوة الكذبة أنا أسف مرة ثانية خلينا نشوفهم بيقولوا إيه يقولون لا يجب أن ننبذ شيئا مما هو حق ومقدس في هذه الديانات بل ننظر بعين الاحترام الصادق إلى تلك الطرق طرق المسلك والحياة غريب جدا كل ما هو حق ومقدس في هذه الديانات مقدس بالنسبة لمن بالضبط؟ بالنسبة لأصحاب التعليم الجديدة دي بالنسبة لهم مقدس؟ طيب خلينا قبل ما أدخل في مقدس وحق طيب أول ما يلفت النظر هنا أن الأمر إذن لا يتعلق بالذين لم يسمعوا عن المسيح خالص أنت دلوقتي جاي تجيب الأديان الوسانية وبتمدح فيها نعم بتقول عندهم حق وعندهم شيء مقدس وهو إلى آخره نعم جايزا ما يلفوش الكلام ما يجيش واحد لما أنت بتشرح أن عقيدة خلاص غير المؤمنين هي عقيدة غير سليمة أقول لك لا لأصلا الذين لم يسمعوا هذا موضوع آخر الذين لم يسمعوا لهم شرح وافي في روميا 2 لكن إذن أنت النهار ده بتمدح في الأديان الوسانية؟ هذا الكلام قدامك لو مش مصدق عزيزي كيف يتم مدح الأديان الوسانية؟ لا يجب أن ننبذ شيئا مما هو حق ومقدس فبداية نخليني أخذ لتحتها خط كلمة حق آهي قدامك عزيزي نأخذ في البداية كلمة حق ما تحته خط مما هو حق ما هو الحق في هذه الأديان؟ هل رفضهم للمسيح يعتبر حق؟ هل إنكار ألوهية المسيح هو حق؟ من هو الكذاب الذي تكلم عنه الوحي المقدس في هذا الإطار؟ وحي المقدس قال وَبِكُلْ صَرَاحَةَ وَلَمْ يُجَامِلْ بَقَى بص في يحنى الأولى أصحاح الثاني 21 إلى 23 هذه الآيات التي سأقرأها الآن لوحدها لوحدها بس لو خطها لوحدها كافية لنفس كل الفكرة من أساسها يقول كل كذب ليس من الحق لأن الحق بالألف واللام هو الله فكل كذب يبقى ليس من الحق ليس من الله لا لا يوجد شيء يسمى كذب مجامل أو كذب بيضة أو كذب صفرة أو كذب سودة لا يوجد كل كذب ليس من الله الذي هو الحق طيب يكمل بعد ذلك وتابعيني عزيز المشاهد هنا يقول من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يبقى الكذاب ينكر أن يسوع هو المسيح المسايا المسيح المسية والتعبير اللاهوتي للطبيعة اللاهوتية في المسيح وعشان كده إحنا ذكرنا قبل ذلك لما يجي القرآن ويلقي بيسوع بالمسيح إبقى أنت اعترفت به ابن الله والله الظاهر في الطبيعة البشرية لأن المسيح هو الله المتجسد نعم يسوع هو اسم البشري الناسوت من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح إبقى الكذاب الذي ليس عنده حق من ينكر ألوهية المسيح نعم نكمل في هذه الآيات ثم يقول هذا هو ضد المسيح وعشان كده اسم الحلقة أنه مجاملة ضد المسيح الحق المطلق ثم يكمل الذي ينكر الآب والإب يبقى يعتبر إنكار ألوهية المسيح هو إنكار لله أصلا إنكار معرفة الله فما يجيش حد يجامل المسلمين ويقول المسلمون يعرفون الله بمنظومة الكتاب المقدس لا يعرفون الإله الحقيقي صحيح بلهوت الكتاب المقدس الذي لا يعرف المسيح لا يعرف الله هل وحيد بيألف هل وحيد بيفسر أنا الآن لا أفسر هذه النصوص كتابية واضحة في هذا المجال مش محتاج حد يتعفيها بل والإضافة هنا يعني ما سيضيف الاستنارة أكثر والتوضيح أكثر بقية الآية انظر معي ماذا يقول هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والإبن أنكرت الثالث أنكرت الله ثم يقول كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترف في الابن فله الآب أيضا في أوضح من كده لا ولذلك أنا سميت الآيات الناسفة أصلا مش محتاج أجيب تاني لكن هذه الوحدة تنسف أصلا أنه من لم يعترف ولم يفهم طبيعة المسيح أنه الله المتجسد فهو لا يعرف الله ينكر الله هو ضد الله الإله الحقيقي الذي نعرفه وبالتالي حينما يأتي الشخص ويكتب عن الأديان الوسانية أنه عندهم حق أي حق هل أنت بتتكلم من وجهة نظرك لا مشكلة عندي وجهة نظرك أحترمها أقدرها لكنها ليست دين أكصد ليست عقيدة لا تمثل لي حجة حجة الوحي المقدس لكن لو أنت فاكر نفسك أنك بتتكلم انطلاقا من عقيدة كتابية غلط هذا الكلام لا علاقة له بالعقيدة بعقيدة الكتاب المقدس ولا باللهوت المسيحي الموجود من آدم لأنه اللهوت المسيحي هو لهوت الكتاب المقدس كله إلى مجيء المسيح مرة أخرى فإذن المجاملة حينما يأتي شخص ويقول لا هؤلاء الناس يعرفون الله وعندهم حق عن الأديان الوسانية طبعا والإسلام مصنف عندنا دين وساني يعني كيف بأي منهج بأي طريقة بأي أسلوب فهذه الجزئية واضحة جدا هذه لغة الكذابين كل الوسانيين هم كذابين لأنهم ينكرون ينكرون طبيعات المسيح نعم ها هي صفاتهم صفاتهم التي ذكر الوحي المقدس أما أباهم الحقيقي فقد عرف عنه المسيح مين أبوهم في عائلتين عيلة هم يعتبروا أولاد الله وعيلة هم أولاد الكذاب الشيطان نعم الكلام هذا قاله المسيح بلسانه المبارك في يحنى 8 تعال شوف معي ماذا قال الربي يسوع يحنى 8 فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني لماذا لا تفهمون كلامي لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي يبقى إلى هذه اللحظة المسيح يعرف عن نفسه من عند الله خرجته هنا الخروج ليس مجرد يتكلم عن خروج الإرسالية الذي حدث في الزمن يتكلم أيضا إلى إضافة إلى ذلك إلى طبيعة اللهوتية أنتم لماذا لا تفهموا كلامي لأنكم لا تسمعوا قوله هنا السمع ليس مجرد سمع الأذن سمع الفهم سمع الإدراك ثم يأتي وينتقل ليفصل لنا هذه العائلة التي لا تسمع كلامه التي لا تفهم طبيعته التي ترفض لهوته المقدس فيقول على الفور مباشرة أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأب الكذاب فعودة لكلامك أنه الزعلان بيسمهم إخوة كذبة طيب الذي يكذب على المسيح طيب هو مش كذاب الذي يجامل الأديان ده بتسميه إيه اللي بيقول للوسن أنت عندك دين فيه حق وفيه امتياز وفيه شيء مقدس إلى آخره ويمكن يخلصك ده بتسميه إيه هل ده صح؟ هل ده حق؟ إلهي؟ ولا ده كذب يبقى هنا الرب يسوع له كل المجد وضح أن الشيطان هدفه الأساسي قتل الناس نعم وقتل الناس مش بس بس بسف وحرب ويقيم حروب لا قتل الناس روحيا في إلقاهم في جهنم النار الأبدية ده القتل الأساسي ليس القتل هو أنه أنت بتقتل شخص ما الشهداء بيقتلوه لكنهم أحياء صحيح لكن القتل الأساسي هو الموت الثاني خلاص الموت في جهنم بعيد عن الله الانفصال التام النهائي الأزلي الأبدي الخالد بعيدا عن الله وبعدين هنا لما يتكلم الرب يسوع بلسانه المبارك ويقول ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ما فيهوش حق نعم فأنت جايب أديان الشيطان وبتقول عندهم حق نعم هذه أديان الشيطان أي دين وثني هو دين الشيطان ألفه ابتدعه الشيطان ليقتل الناس به فأي حق أنت جايب تتكلم به هذه هي كانت الكلمة الأولى عن أنه عنديهم حق ثم ألم يقل المسيح عن نفسه لو بيتكلموا عن الحق أنا هو الطريق والحق والحياة ألم يقل المسيح أنا الحق هو الحق المطلق لأنه الله المتجسد ليس ما يعرفش حد يوصل للعلاقة الزاتية الشخصية مع الله إلا بالمسيح وده كلام المسيح هنا هو في نفس الآية أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي من خلالي أنا لأن المسيح هو الله المتجسد في طبيعتنا فمن حيث أنه واحد مع الله واحد مع الآب في الجوهر من ذات الجوهر من ذات الطبيعة وفي ذات الوقت شاركنا في طبيعتنا فأصبحنا نحن في المسيح الذي أخذ طبيعتنا لنا اتحاد به لكنه هو متحد الاتحاد الكامل والأزد والمطلق لأنه كلمة الله لأنه عقل الله وبالتالي أصبح المسيح هو حينما جاء في طبيعتنا والكلمة صار جسدا وحل بيننا خيم بيننا في خيمتنا في طبيعتنا البشرية وبالتالي أصبح لقاءنا مع الله لا يتم إلا في المسيح هو الله الذي خيم في طبيعتنا البشرية نلتقي مع الله فقط في المسيح وليس خارج المسيح هذا ليس كلام جديد هذا ليس إنتاج للاهوت لم نكن نعرفه هذا هو اللاهوت المسيحي الذي عرفه المسيحيون بناء على كلام الوحي المقدس بناء على كلام المسيح فكيف إذن يوصف الكذاب بالحق كل هذا عن كلمة حق قبل أن تقل إلى مقدس لو عندك أي تعليق طيب أنا عايزة أرجع لحتة أنت بس ذكرتها أنه فيه تعدد أديان معناه فيه تعدد آلهة فيه أكتر من إله أو تعدد آلهة اللي بيجي بيتكلم عن وجود الأديان هو مش مخلي باله أنه مش عارفة أقول هيؤمن أو بيعترف بأنه فيه تعدد آلهة وفيه آلهة موجودة لأنه لو بيؤمن بإله واحد لا يمكن حيؤمن بتعدد الآلهة أو بالآلهة المتعددة فهل هو إيمان؟ هل هو اعتراف؟ يعني كيف وصلت أنت للمرحلة دي؟ أنا شايف هذا إنحدار روحي رهيب جدا يعني المسلم لو النهاردة تكلمنا عن رسول الإسلام في وسانيته رفض تعدد الآلهة وعلم أتباعه أنه ما فيش تعدد هو إله واحد يعني هنحطها بين قرسين فيجي المسيحي أنا بالنسبة لي صدمة أنه أنت تجي مسيحي تقبل بتعدد الآلهة إحنا كمسيحين بنرفض شهود يهوى لأنهم عملوا المسيح إله تاني فبنرفض تعدد الآلهة بنرفض أن يكون في إلهين مش تعدد آلهة بقى عشر خمستاشر ألف إله صحيح بس خلينا نعلق على حدة الإسلام لأنه محمد هو الإله في الإسلام شاء أم أبو وفق كل هذه الأيدولوجية المحمد هو الإله والإسلام دين شرك في المقام الأول ووسانية من الطراز الأول لكن هارجع إلى الجزئية بتاعة الناس ذلك يفكرون كيف لا هم يفكرون أنهم في وسانيتهم هم يمكن أن يلتقوا مع الله بصورة أو بأخرى فهنا هم مش بيتكلموا عن أنه أوكي بجيزا بوزة إله أو الهندوسية دولة عندهم إله يمكن أن يكون إله صحيح لا هم في وسانيتهم وبعدهم التام عن الله وعبادتهم للشيطان هم يمكن بطريقة أو بأخرى يلتقوا مع الله بعيدا عن المسيح وهذا لا يحدث هنا ضرب هنا محاولة فاشلة لضرب عقيدة الكتاب المقدس لا يمكن حسب ما أنا قرأت الآن الالتقاء مع الله إلا في المسيح بعيدا عن المسيح كيف ستلتقي بالله صحيح ماهو كان اليهود عندهم شريعة وكان عندهم ناموس وكان عندهم زبائح عرفوا يلتقوا بالله ولا احتاجوا المسيح احتاجوا المسيح نعم ودهو الناس يعرفوا الله يعرفوا يهوه وعبدوه وعندهم تسابيح للإله الحقيقي الذي نحن نعرفه ونعبده وعندهم وحي كتاب يعني وحي سماوي ما فيش شك فيه وعندهم نبوات ومنهم المسيح حسب الجسد صحيح هل ده كله نفعهم لما جاء المسيح خلاص نفعهم قبل المسيح اللي عمل به اللي قدمت زبائح التي تشير إلى المسيح طيب جاء المسيح رفضوا المسيح يرفضهم أيضا من الحياة الأبدية إلى أن يقبلوا المسيح من يقبل المسيح من اليهود لأنه لأنه أنت عندك تيار الوحي بيقولك بنبهك بنبوات عن المسيح فأنت لم تكمل إذن أجاء المسيح وانت رفضه فبالتالي الفكرة الأساسية هم يعتقدون أنه مجرد تعاليم يمكن أن نتوصل إلى الله لا ما هو اليهود عنده ما وصلته بعيدا عن المسيح خلاص يبقى الموضوع واضح جدا مع أنها تعاليم وحي مش مجرد تعاليم مكتوبة عن طريق أشخاص هم عملوا نفسهم تعاليم وشرائع وعاشوا بيها صحيح ده تعاليم سماوية تعاليم سماوية مئة في المئة ننتقل إلى كلمة مقدس طيب اتفضل إذن الكلمة الأولى اللي احنا شفناها كلمة حق لا يجب أن ننبذ شيئا مما هو حق ومقدس في هذه الأديان السؤال برضو أرجع مرة أخرى يعني إذا أنت متكلمش عن ناس الذين لم يسمعون المسيح بس أنا عايزة أركز في الجزئية دي عشان كل من يسمعني ينتبه الأمر ليس من لم قاعد في أدغال أفريقيا وتولد وعاش ومات وما سمعش عن المسيح دول ما بيتكلموش عن النقطة دي دول بيتكلموا عن نقطة أخرى عن الأديان في وثنيتها حلوين وعندهم شيء مقدس وعندهم بعد شيء حتشوف عندهم خلاص برضا الكلام هنا عن قداسة هذه الأديان الوسنية السؤال إذا كان عنديهم يعني يعني شيء مقدس وإنت بتتكلم عن الأديان الوسنية ليه بتستخدم مصطلحات مسيحية بما يخدم الفكر المسيحي عن القداسة إحنا بنعرف في النازلات أنفسه هنا للزنا موجودات في المعابد الوسنية منذ القديم كرسوا أنفسهم للزنا ليه أنت ما بتستخدم التعبير الواضحة عن هذه العبادات وجاي تستخدم حق مقدس عندي وتقول دول عندهم شيء مقدس ما هو المقدس اللي أنت ممكن توصفه بمقدس فإذا أول شيء يلفت نظري أنت بتستخدم تعبير مسيحية تستخدم مصطلحات مسيحية بما يوحي ويفهم الآخر لأنه عنده القداسة المسيحية لها منظومة معينة فأنت بتستخدم له نفس المصطلحات لا يوجد شيء مقدس خارج المسيح حتى للمسيحيين الإسميين عنده قداسة إيه إحنا اللي بنقول إحنا بنؤمن بالمسيح ونعم ونحن كذلك في إسم المسيح عندنا قداسة ذاتية من فين نستطيع من هو الذي يستطيع أن يقف في كل المسيحيين عبر التاريخ بكل القديسين الذين نلقبهم بقديسين لأنهم بخص المسيح أي مسيح هو يلقب بهذا اللقب من فيه كل هؤلاء وقف وقال أنا قداسة ذاتية أنا اللي عندي قداسة كلنا نؤمن أن القداسة هي في المسيح كلنا كمسيحين بكل طوائفنا بقى صحيح إذن خلينا نشوف هذا الفكر اللي أنا أتكلم عنه ده فكر مسيحي فكر له كتابات في الوحي المقدس ولا لا كورينسوس الأولى ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء القداسة في المسيح صار لنا ده نصيبنا عندك نصيب من القداسة نعم فين محفوظ في المسيح بر المسيح ما فيش قداسة نعم بر المسيح يوجد الظلم والجور والحكم بالدينون الأبدية أنت أعد أنت محصور فين في أفاسوس أربعة يقول وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع حق في يسوع مش في أي مكان آخر أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق يبقى إذن الموضوع مش شوية أخلاق تمارس عشان تبقى مقدس لا القداسة هنا خليقة جديدة في المسيح هذا الكتاب المقدس هذا الوحي المقدس خليقة جديدة بعمل المسيح على الصليب وقيامته أخذنا هذه الخليقة الجديدة بالإيمان وحينما أقول الإيمان كل بنود الإيمان مش عايزة أدخل فيه تفاصيل المعمودية وإلى آخره أنت بتأخذ هذه الخليقة الجديدة في المسيح مش برات المسيح فبالتالي لما يجي شخص يقول لي دول عندي حق مقدس عندي حق وعندي شيء مقدس طب ده فين بعيد عن المسيح يجي إزاي ويحصل إزاي بعيد عن المسيح آخر جزئية أشارك بيها في كلمة مقدس في تسالونك الأولى يقول لي كي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة خلي بالك من الكلام عزيز المشاهد أمام الله أبينا إمتى بقى في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قدسي آية عني حتى في المجيء الثاني اللي بيفتكر أنه النهزل ممكن يخلص ويكون لهم خلاص خلاص مرتبط بالقداسة التي في المسيح يسوع فنكون بلا لوم في القداسة أي قداسة في المسيح هو القداسة المطلقة والقداسة حل بيننا ورأينا مجدو والمحبة الإلهية حل بيننا ورأينا مجدو الإنسان عاجز عن أي شيء فاضي فارغ والمسيحية بدون المسيح لا قيمة لها بدون عمل المسيح الكامل ثم آخر آية في هذا الإطار في عبرانين 12 بيقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد رب كلام واضح جدا القداسة بدونها ما فيش حد هيشوف ربنا بتكلم عن نهاية الأيام عن الأبدية طيب القداسة دي هي ايه شيء نابع مننا أبدا ما فيش مسيح بيؤمن بكده ايه هي القداسة هي القداسة المذخرة لنا في المسيح فاحنا في المسيح والمسيح فينا نأخذ كل هذه البركات فبالتالي ده إنتاج فكر جديد لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يعبر عن اللهوت المسيح لا من قريب ولا من بعيد يبقى لي في الجزيرة التي قرأتها سطرين أحب أخلصهم لو تحب أكمل دليل طيب كمل أكمل بس السطر الأخير بيقول لا يجب أن ننبذ شيئا مما هو حق ومقدس خلصناه في الديانة بل ننظر بعين الاحترام الصادق إلى تلك الطرق طرق المسلك والحياة يعني هل عدم اعتناقي لها يعتبر عدم احترام هل عدم إيماني أن هذه الطرق لا تخلص هل ده عدم احترام وهل كسر قانون الخلاص في المسيح هو احترام للمسيح أنت لما تكسر قانون الوضع المسيح قانون الخلاص ده أنت بتحترم المسيح هل إنتاج طريق موازل الخلاص بعيدا عن المسيح يعتبر تبشيرا بالمسيح صحي ألا يعتبر ذلك إهانة للمسيح لدم المسيح الذي أراقه لأجل العالم ألم يقل الوحي المقدس في العبرانيين من خالفنا مسموسة فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسبا دم العهد الذي قدس به دنسا وازدر بروح النعمة أليس هذا ازدراء بأنه فيه خلاص آخر بعيد عن المسيح السؤال الأهم والفيصل هل ما تم تسمية زورا أنه حق وأنه مقدس عندهم هل يمكن أن يخلصهم يؤدي بهم إلى الخلاص الأبدي الخلاص اللي هو مبني على المسيح أنت دلوقتي بتقول له ده اللي عندهم حق وما أو شيء مقدس طبيع اللي عندهم ده يخلصهم الخلاصة في هذه الجزئية ليس هناك حق مطلق كامل إلا في المسيح لأن الله إحنا ما بنقول لأنه فيه قداسة في شخص أو في نبي أو في أي أمر صالح لا يمكن المسيح لأنه الله ذاته المتجسد في الطبيعة البشرية ليس هناك قداسة ولا حق يمكن تحقيقه خارج الله نفسه خارج الله لا يوجد وبالتالي لأننا نؤمن أن الله هو المسيح والله المتجسد فبالتالي مذخر في جميع كنوز النعمة والحق والمعرفة والخلاص والفداء والأبدية إلى آخر كانت هذه الجزئية اللي أنا علقت عليها فيما قرأت طيب أنا بس قبل ما نبتدي نأخذ مداخلات يعني الأخوة بيطالبوا أنه إحنا نحترم بطريقة صادقة كمان يعني مش أي احترام نحترم الأديان دي ونحترم ما هو مقدس وحق عندهم وفي نفس الوقت هو من الناحية اللي أنت يعني وضحت هذا الوقت هو مش بيحترم دينه إذا كان هو مسيحي مش بيحترم دينه وفي نفس الوقت أنا ديني مهان منهم صحيح فإيه المعادلات الغريبة هذا هي حالة التناقض اللي ممكن يعيشوا هؤلاء أي حد بيؤمن بهذه وعايش حالة تناقض تناقض كثير مع بعض ومتداخل مع بعض البعض نعم طيب خلينا ناخد بعض المداخلات إدوار من أمريكا ألو ألو أهلا بيك يا أخي إدوار تفضل أهلا بحضرتك أنا أحب الأول أهديك آية زي كل مرة بتدوني شرف أن أنا أكون معاكم فضل الآية حلوة جدا بتقول بارك يا رب قوتهم يا قوتهم أنا بقول قوتهم أنتم مهدين البرنامج وارتضي بعمل يديهم حط المتون مقاوميها والمقاوميهم ومبوضيهم حتى لا يقوموا أمين في اسم المساء أمين الكلام الحضرتك اللي بتقوله ده ده سلسلة لعمل الشيطان اللي اتعامل بيها مع الكنيسة من أول القرن الأول القرن الأول مر بالطيار من الدم والسعادات لم يقدر عليه الشيطان بل كلمة الله نمت وزادت دخل بعد كده زئاب خاطفة وابتدت تعمل الأفكار غير أسلوب الشيطان ودخل بالأفكار الهارتقات وقومتها الكنيسة بالمجامع ده امتداد المرحلة التالتة والأخيرة لأن الشيطان يعلم أنه له زمان قليلا بعد بيستخدم أولاد الكنيسة نفسهم وللأسف بالشديد لو سمحتين لي أقول بالأسماء من أول رأس الكنيسة أنا مش عايز أسماء خالص مش عايز خلينا في خلاص المسيح حضرتك دلوقتي الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحق وحياة وتعرفون الحق والحق يحرركم كل واحد عرف أنت أظهرتوا نور المسيح للعالم كله أنتوا كنتوا ملح الأرض والدنيا كلها عرفت خلاص أنت دلوقتي بتنقش مين هم اغطادوا لنفسهم أن يختاروا طريق مش كويس فنتيجة الطريق اللي هم اختاروا إيه إيه لك الأبد شكرا لك عزيزي إدوارد شكرا لك أهلا بحضرت الرب يبارك حياتك شكرا يا أخي مرسي مرسي طيب كمان ناخد يوسف من أمريكا مرحبا أخي وحيد أهلا بيك أخي يوسف فضل أخي فادور شون صحا أهلا بيك يا أخي يوسف فضل أخي وحيد تأكيدا وتعقيبا على كلامك قناة بي بي سي عربي يوم 17 أيار 2018 يعني قبل أربعة يام القص مع القصر الأبيض اسمه روبرت جيفرس يقول كونك يهوديا لن تنجو من النار والمورمون هراطقت جهنم ووصف الإسلام بنفس الصفات ورد جيفرس على رومني عبر تويتر وقال إن الديانة المسيحية علمتنا خلال ألفين عام إن الخلاص هو فقط عبر الإيمان بالمسيح فقط شكرا 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 لك يا أخي يوسف شكرا طيب ناخد فؤاد من السعودية ألو مساء الخير تحية طيبة للأخ وحيد والسيدة فدوة أهلا بيك يا أخي أهلا بيك مرة أنا على عجالة أنت ذكرت المرة اللي فاتت طبعا مش الحلقة السابقة الحلقة اللي قبلها أن السبتيين لمسوا مسيحيين وفي أخوة كانوا يعني سبتيين وقالوا أننا مسيحيين أبصيلين ولسنا يعني يعني ناس ممسيحيين ودري على كل أن الكتاب المقدس طالب راحة الراحة في يوم السبت وهذا هو السبب وأنا أيضا سألت زمل اليهود عن ما هي المسيح بالنسبة لهم يعني المسيح سيد المسيح الذي يتكلم عنه المسيحيين وهم بنظرتهم فقالوا لي بالنسبة للمسيح المسيح لم يأتي بالنسبة لنا وهو مخلص ونبي هذا كلام واحد جميلي يهودي مزرع عراقي قال وقلت طيب السيد المسيح ظهر في في محيطكم كأناس يعني مسيحان هذا يهود وهذا قال القصة التي لدينا أنه ليس المسيح وأنه اخترع الدين هذا وأنه أيضا قال كلمة صراحة قال أنه ابن الجندي الروماني بن بيرا هذا الكلام الذي قال وأنه صراحة اعترضت على الأمر هذا يعني أنا بتكلم معك بصراحة لكن أنا ممكن على السيد المسيح أنه لا يخطر بس غريبا فيه كلمة ليس حسنا في العادة الجديدة يقول أنه يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وهو يقول للمرأة التي كانت تستقي لشفاء ابنها ولم يرضى إلا أن قالت الكلاب تأقب من الفتاة فقال لها لأجل هذه الكلام أيضا أنك رضيت أن تكوني كلاب هذا لم يقول لأنك رضيت إلا لدى تعليفك سواني ما كنت أقولت كلام كتير ده تأليفك إلا لأنك رضيت إلا لأنك رضيت بالكلام ده أنك أنت يعني خلاص حد دي لك اللي أنت عايزه على كل انخبز البنين أنا عامل على حلقة كاملة تستطيع أن تجدها على اليوتيوب كاملة والرد على تماما وتفهيم هذه الجزيرة خلينا أرد على أسئلتك عندك أسئلة كتير عندك أي سؤال تاني في حالة في سيخير وبعد كده أنا راح أطلع إن شاء الله طيب أنت قلتوا أن المسيح لم يأتي لينقض الناموس بينما في أفسيس 2-13 بولس قال مبتلا بجسد إحناموس الوصاية قال إيه؟ وقال أن المسيح افتدانا من لعنة الناموس لا لا سواني قلت إيه في أفسيس 2؟ أفسيس 2-13 قال مبتلا بجسد إحناموس الوصاية آه بولس قال نعم وفي أيضا في غلاط المسيح افتدانا من لعنة الناموس صحيح فأنا هنا في نوع من الغرابة طيب وموضوع الآلهة لا لا كتير كتير يعني أنا حاسيب الحلقة عشان أرود على كل ده يا أخ لأنك عندك مداخلات حذرني نعم لك الحق في هذا شيء نعم أشكرك وشكرا أخوه شكرا لك شكرا لك أخوه شكرا اللي بيقتل الناموس اللي حط الموت اللي حط اللعنة المسيح كسر سيادة الخطية التي أخذت فرصتها بالناموس يعني عشان بس أخوي فؤاد يعني الكلام ممكن يكون مصطلحات مسيحية لازم أنا أبسطه له صحيح الخطية أخذت قوتها من الناموس الشريعة الشريعة تقول لا تزني لا تقتل لا تسرق لا 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 فأصبحت لا آت الله أعطت كسرها القوة يعني بمعنى لو كسرها سيموت طيب قبل الناموس الإنسان يستطيع يقدم حجة أنا ما عارف أن السرق حرام بالنصوص إلهية لكن لما جاء الناموس وقال لا لا تسرق لا تقتل أصبح هنا الأمر إلهي فالذي يتعدى الناموس يصر عليه حكم الموت فلما جاء المسيح حمل لعنة الناموس في طبيعته فأصبحت مش موجودة كسر مش كسر الوصية الأدبية للناموس لا ولا حتلاقي الفهم ده لا في الإنجيل ولا حتلاقي في مفاهيم المسيحين وتفسيراتهم خلال ألفين سنة لن تجد ولذلك إذا رجعت إلى غلاطية ثلاثة ستتاشر ستلاقي الموضوع واضح جدا أنه افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا يعني هو حمل اللعن عليه فهو ليس ملعون في ذاته ولكن حامل لعنة البشر وبالتالي حينما يتكلم عن فرائض الناموس فرائض الناموس أكملها المسيح في جسده أنا مش محتاجي النهاردة أنا لو أخطأت أجيب زبيحة أقدمة أن يكون عندي غسلات معينة عشان أطهر لا كل هذا المسيح أعطى الطهارة الكاملة المطلقة فما عاد شيء بعد المسيح اسمه نجاسة لأن المسيح أعطى بدمه المبارك التطهير الكامل من كل خطية لازم السلوك طبعا في وصايا المسيح هذا أمر معروف فإذا أنت هنا لما تجي تتكلم عن الناموس أي ناموس هل الناموس الأدبي ولا الناموس التقصي لابد أنك تفرق بين الناموس التقصي أكمله المسيح تماما وأكمل فرائضه وأكمل وأخذ من الموت قوة الموت التي استغلها الناموس لكن الناموس الأدبي نحن مطالبين به لحد النهاردة المسيح يعيش اكرم أباك وأمك لا تقتل لا تسرق لا تزني كل هذا ناموس أدبي نحن ملتزمين به لكن ناموس الفرائض اللي كان في وصايا نعم أكمله المسيح تماما فما جئت لأنقض بل لأكمل هناك ما أكمله المسيح في طبيعته اللي هي الوصايا والفرائض التطهيرات الغسلات الذبائح ما أكمله المسيح وسمى به سمعتم أنه قيل لا تزني أما أنا فأقول لكم كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي فسبت الزنى الفعلي وسمى أيضا بأن هناك زنى الفكر والنظرة ثم أكمل النبوآت الموجودة في الناموس والعهد القديم هي نبوآت عنه وهذا ما أشار له بلسانه المبارك في لوقع 24 ما سكد التلاميذ ومن موسى والأنبياء والمزامير شرح كل شيء عنه فإذا هذا الإكمال الثلاثي هو ما قاله المسيح ما جئت لأنقض بل لي أكمل دي الجزئية نتمنى ما أنسى شيء من كلامك إذا هذا اللي بتتكلم عنه الناموس افتدانا من لعنة الناموس خبز البنين ارجع للحلقة أما الجندي الروماني طبعا هم أصلا لا يؤمنون أن من أتى هو المسيح إلى الآن ينتظرون المسيح وارجع إلى روميا 11 روميا 11 تتكلم عن أن هؤلاء اليهود سيأتون ويؤمنون بالمسيح فيما بعد هم مزاتهم واليوم هناك أكثر من مائة كنيسة مسيحية يهودية في إسرائيل فقط فهم بدأوا يعرفون المسيح أنه قد أتى وهذا هو مسيحهم الذي وعدوا به في العهد القديم أكثر من مائة كنيسة مسيحية مش طوائف أكصد مش جاليات مش بتكلم عن مصريين عندهم كنيسة سوريين عندهم كنيسة في إسرائيل لا أتكلم عن يهود لديهم كنائسهم البيتية أكثر من مائة كنيسة هذا أمر بتتكلم عن السبتيين الذي لا يؤمن أن المسيح هو الله يهوى المتجسد في طوائف المسيحيين كله ما بيحسب مسيحي ما أي حد يجي يتمسح بعقيدتنا ويسمي نفسه مسيحي ثم بيتكلم عن الراحة هو بس الكتاب يتكلم عن راحة يوم السبت فقط ألم يقل الوحي المقدس إن كان يشوع قد أراحهم لما تكلم عن راحة أخرى ما هو يشوع أراحهم وما أدخلهم أرض الموعد ليه بيتكلم عن راحة أخرى ثم في نفس العبرانين أربع يقول إذن بقيت راحة لشعب الله يسأل في راحة لشعب الله فين هي الراحة دي يوم السبت ولا الراحة الحقيقية هو ما قام به المسيح إقامة خليقة جديدة تبدأ هنا وتنتقل إلى الراحة الأبدية في السماء هذا هو المفهوم اللهوت المسيحي فلما يجي واحد يتمستكلف بالسبت ويرفض يوم القيامة تماما طب ده ليه مش في مجلس الكنيس العالمي إذا كان هو بيقول أنا مسيحي فين طائفتك فين السبتيين وشهود يهوى حضرتك ذكرت لينا المرمون السبت الحلقة اللي فاتت وانا نسيت ذكرني الأخ يوسف بمداخلته منذ قليل المرمون من قال أنهم مسيحيون ده عندهم كتاب بختلف تماما ده دين دين اسمه المرمون ما علاقتنا به المرمون ممكن يتزوج أربع زوجات هل ده هي المسيحية يعني فإذا ده التعليق على ما قلت بالنسبة للسبتيين وبالنسبة للراحة وإذا كان اليهودي لا يؤمن بالمسيح طبعا لن يؤمن بالميلاد العزراوي للمسيح وأصلا لا يؤمن أنه هو المسيح فكيف يؤمن أنه إذا ولد من الروح القدس وبدون أب وهنا يا أخ فؤاد كلمة لك أنت شخصيا التلمود الذي كان شفاهيا وكتب بعد القرن الثالث الميلادي تناول هذه الجزئية وأصبح طبعا المسيحية كانت انتشرة وهم لا يؤمنون أن يسوع هو المسيح لا يؤمنون بهذا الكلام اليهود كأمة منهم طبعا من آمن والكنيسة الأولى كلها يهود فبدأوا ينشرون أفكار ضد المسيحيين وبالتالي هذا الفكر أنه لا دا لم تحبل من الروح القدس وإنما حبلت من جند روماني هذا الكلام انتشر في جزيرة العرب لأنه كان في يهود من الذي تبنى والتقط هذه الفكرة محمد رسول الإسلام وبدأ يدافع عن ابنة عمران على أساس خلفية هو لا يفهمها ولا يعرفها أنهم اتهموها في عصرها هذا الكلام باطل ونتحدى يعطونا دليل واحد أن العزراء مريم في وقتها قالوا أنها حبلت بها ليس من الروح القدس عارف الكذبة ليه؟ الكذبة واضحة في الكتاب المقدس لأن الإنجيل يقول أن يهود عصر المسيح كلهم كانوا يقولون أليس هذا ابن النجار؟ أليس أبوه اسمه يوسف؟ وأمه تدعى مريم؟ يبقى يهود عصر المسيح كانوا يعرفون أن المسيح هو ابن يوسف النجار واحد أبو أمه يبقى ليه هو يكون بدون أب من البشر هذه التعبير الذي عرف في الوحي بعد المسيحية وبعد كتابة الإنجيل من هو المسيح؟ بدأ اليهود يحاربون هذه الفكرة ثم كتبوها في بعد ما كتب التلموت بعد المسيحية ثم يلتقطها رسول الإسلام ليقول أنا أدافع عن ابنة عمران وهو في الحقيقة من تبنى هذا الفكر وشوها ابنة عمران لأنه لا يمكن أن يكون رجل في مجتمعك الآن يا أخ فؤاد وهو رجل معروف من الكل أنه إنسان تقي وإنسان كويس وإنسان شريف وأجي أنا أقول أنا النهاردة سأقول لك حاجة ممتازة جدا عن هذا الشخص هذا الشخص ليس زاني ده مش زاني هل أنا كده بكرمه ألا أنا كده بشوه صورته أنت مين قالك أصلا أنه زاني ما فيش حد أصلا يتكلم عن الموضوع أنت تبنيت فكرة جاءت فيما بعد لتشويه المسيح انتبه يا أخ فؤاد لحياتك الأبدية مع محبة الكاملة لك ربي بارك حياتك شكرا إحنا أخذنا ربع ساعة لكن مش كتير عليك يا أخ فؤاد تستاهل أكتر ربي باركك طيب إحنا كمان عندنا بعض المداخلات وعندنا طبعا يقولون يعني عدد من زي ما تحب أنت بتديري الحلقة طيب خلينا نأخد جيرجيس من أمريكا ألو سلام يا أخ وحيث سلام يا أخ فدوة أهلا بك يا أخ جيرجيس ربنا يبارككم ويمجد المسيح من خلالكم أمين أولا المعروف أن لا السبتين ولا شهود يهوى ولا المرمون ولا كل الضوائف واللي بتتكلم لي ليست مسيحي الحق واضح صحيح مفوش لف ولا زوران إنسان المسيح أحيانا يبقى قعد في جالسة ويتكلموا على المسيح في أي شيء ويفضل ساكر كلك مياه معلش لا ليس حاجة مياه معلش هتعرفت لموقف سنة 77 كنت في ليبيا كنت منتدب وكان واحد مكريستاني موجود بسطلابيين وحاول يتكلم ضد المسيحيين وأشكر الله لأنني صليت في سرر وقتها قلت يحدث ما يحدث وابتديت أنا أقشو المعتقد المسيحي ودفع عنه وكنت بماين حتى في بعض المسيحيين يا سيدو قال كلها ما ينفعش يحصل للي يحصل لكن ما أدرش وفعلا أنا ما زلت أذكر ما قالها واحد مكريستاني قال مستر جيرجيس وون مش أنا اللي كسبت اللي كسب هو المسيح إن كنت مصدد المسيحيين شكرا لك عزيز الحق يا أخي وحيد واضح محفوش لفة دوران ما نعودش في فوزة جلسة ونمعين ولم عليش ما أقول له واحد ما هو ما يجرس حاجة وهم قال لا كلام واضح وما يبعش أشكرك يا أخي جيرجيس رئيس الكهنة كان فاهم الكلام ده إن مساء المسيح قال له أنت المسيح حب المبارك عارب بالضبط معنى أين يكون صحيح مظبوط مائة في المائة أشكرك وأطلب صلاةكم وربنا يبارككم مجد المسيح شكرا لك شكرا لك يا أخي جيرجيس طيب نأخذ أبو مهند من الأردن ألو مشاء الخير مساء النور أهلا بك يا أخي أبو مهند فضل تحيح محبة للمعلم البارع وحيد والأخت فدوة أهلا بك كلمة فيها تقول لا توجد أي سعادة بدون القداسة كما لا توجد قداسة بدون المسيح الصليب يعلن للملاق قداسة الله كما يفضح خطية الإنسان ويدينها وشكرا شكرا لك عزيزي شكرا لك يا أخي أبو مهند شكرا لك طيب خلينا نأخذ جزئية يعني إحنا متبقين عشر دقائق يقولون إن الأديان الأخرى تحتوي على قيم أخلاقية وروحية وثقافية فيمكن أن تكون طريقا لخلاص أتباعها يالهول يعني بأمانة بجد يعني أصبحت بصورة واضحة جدا خلاص يعني قيم أخلاقية وروحية وثقافية تكون طريق للخلاص للأسف يعني شوف المرحلة اللي يوصل لها البعض يعني يعني ما هي القيم الروحية في الوسانية ده بتقول في قيم روحية في الوسانية بكل أشكالها كل الوسانية بكل أشكالها إذا كان في البوزية أو في الإسلام أو في الهندوسية بكل الأشكال هاي القيم الروحية والثقافية والأخلاقية أنت عندك المسيح هل ناقص في شيء عايز تكمله أنت عندك المسيح الكامل ما الذي أنا سأستفيده مما عند الآخرين وأنا عندي الكمال في شخص المسيح البوزية لهم عقائدهم الخاصة في عالم الأرواح لقولك قيم روحية قيم روحية إيه؟ عندهم عالم الأرواح بتاعهم فيه أشياء سيئة جدا وخزعبلات كثيرة جدا ليس لها علاقة بالتعليم المسيحي حتى التعليم المسيحي البطيط الهندوسية طبعا حدث ولا حرج في الهندوسية أي يؤمنون بتناسخ الأرواح في الهندوسية يؤمنون بتعدد الآلهة في الهندوسية تعدد يعني عندي من الإله فلان والإله فلان والإله فلان يؤمنون بصراع هذه الآلهة بعضها مع بعض الآلهة هذه بتتصارع مع بعضها البعض بل أكثر من ذلك يؤمنون بتناسل الآلهة عشان كذا الهندوس بيقوموا بتزويج الآلهة بعضهم مع بعض تماثيل الآلهة بيزوجوه مع بعضهم البعض في بيوتهم والآلهة لها درجات مختلفة عنديهم فأنا أريد أي قيم روحية ممكن تكون في الهندوسية هل ما قلت الآن له أي علاقة بالإله الحقيقي هل هذه المعرفة تؤدي إلى الخلاص الأبدي هل القيم الأخلاقية تخلص من الهلاك الأبدي والطبيعة الفاسدة هذا سؤال مهم جدا لأنك أنت أصلا يا من قلت هذا الكلام أو يا من قلتم هذا الكلام القيم الأخلاقية لا تخلص من الهلاك الأبدي وأنا قلت كلمة مضطر أقولها مرة أخرى علشان هي ما فيش أوضح منها المسيحية ليست مجرد أخلاق وقلت أبلي كذا لو جاء المسيح نفسه ذكرتها الحلقة السابقة وأكررها لو جاء مسيحنا العظيم مسيحنا العظيم الذي أتى من ألفين سنة هو بذاته وولد بذات الطريقة وإيماننا فيه الله المتجسد الله الظاهر في الطبيعة البشرية وأنه قام بكل المعجزات التي قام بها وأنه قال كل الوصايا الروحية والأخلاقية والتي تكلم فيها عن الأبدية كل الوصايا كما هي ولكنه لم يصلب ولم يقوم ولم يصعب إلى السماء لن يخلصنا لن يقدم أي شيء ما أعلم عندك وصايا الموعزة على الجبل حلو الموعزة على الجبل بعد الخلاص قبل الخلاص عشتها طبيعة فاسدة الطبيعة الفاسدة لا تتغير بتعاليم الطبيعة الفاسدة بالموت الذي ماته المسيح ليقيم خليقة جديدة صف نقطة ده المفهوم المسيحي فإذا حتى المسيح لو لم يصلب لو لم يقم أنتم بعد في خطاياكم كلام الكتاب المقدس دي آية بالمناسبة اللي ما يعرفش لو ما أمشي المسيح أنتم بعد في خطاياكم صحيح يبقى إذا أنت تتكلم عن شوية أخلاق عند ناس وسانيين بتقول يخلص يا أخي الأخلاق في المسيحية لا تخلص الأخلاق بدون المسيح المصلوب الذي داس الموت وقام وصعد وسيأتي لا تخلص ويقول لك الغريب يعني يقول لك عندهم ثقافة عندهم قيم أخلاقية وروحية وثقافية ما علاقة الأمر علاقة الخلاص بالثقافة صحيح هل الثقافة تخلص؟ طبعا كل الشعوب عندها ثقافة نعم كل الحضارات عندها ثقافة خلاص أصبح كل دون ممكن يخلص عشان عندهم ثقافة للأسف هذا هو التعليق على هذه النقطة تحتوي على قيم أخلاقية ولا روحية ولا ثقافية طيب إحنا لا خلاص بدون المسيح آسف يعني قطعت كلامك لأن أنا قرأت التعبير الأخير فيمكن أن تكون طريقا لخلاص أباعها نعم إذا كان المسيح يقول ما فيش طريق إلا أنا أنت بتقول طريقة يعني أصدقك ولا أصدق المسيح واحد من الاثنين هصدقك أنت يبقى الكلام ده غلط حتى مش عايز أقول كلام المسيح أصدق المسيح العظيم كل كلام بعد كده مخالف لي كذب طيب أنا يعني القيم الأخلاقية والروحية والثقافية لما جاء المسيح في التجربة على الجبل الشيطان يعني حن على المسيح وقال له بص انت جعان وتقدر انت تتحول الحجارة لخبز وتأكل وتشبع يعني ما فيش حاجة غلط حيعملها المسيح ومع ذلك هو رفض كلام الشيطان بتأكيد لمجرد حاجة حنسميها يعني حنحطها بين قسين كبار كده عشان الناس الأخلاق الشيطان هنا هذه قدم حاجة أخلاقية الشيطان خايف على المسيح طيب ليه رفض المسيح أنا بشكرك للجزئية دي لأنها حلوة يعني بتسري النقاش هنا يعني ببساطة المسيح لا يقبل أي شيء من الكذاب اللي هو الشيطان لا يقبل أي شيء حتى وإن بدأ في شكله نعم لو شوفي رد المسيح في الجزئي دي ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان ده أنا الحياة ده جاي تجيب لي شوية خبز ده أنا اللي حفظت موسى أربعين يوم مرتين بدون أكل وبدون شرب صحيح كما ورد في سفر التثنية صاب مرتين موسى أنا اللي حفظت إليه أنا الحياة جاي تجيب شوية تقول لي إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبز هو يستطيع أن يقول للحجارة أن تصير خبز لكن الله مش فكرتك لن أتبنى شيء منك مهما بدأ أنه أمر طيب وأمر جيد وما فيهوش مشكلة ده أنت عشان تأكل يعني أنت صاهم جعد لا لن أتبنى أي فكرة منك لأنك كذاب فما الذي يجمع النور مع الظلمة ما الذي يجمع المسيح مع الشيطان ما الذي يجمع السماء مع الهاوية صحيح كل من يقول هذا الكلام نعم هو يجعل هؤلاء الذين في وسنيتهم يعيشون هذه المعاهدة مع الجحيم بدلا ما يكسر المعاهدة يطلعهم من المعاهدة إلى معاهدة ابن الله عهد الجديد لهو بعيزهم يعيشوا في هذه المعاهدة مع جهنم على كل الحساب سيكون صعب فيما بعد لكل من يجامل على حق المسيح طيب أنا عندي جزئية بس سأخذ الأخ أحمد من إنجلترا ألو ألو مساء الخير سيد فدوة مساء الخير أستاذ وحيد كيف الصحة كيف رحب عليكم تمام تمام أخ أحمد المجاملة أبدا ما تكون على حساب حق المسيح أثبتت قبل الأصور أن الإنسان بحاجة إلى مخلص هو يد اسمه يسوع 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 لأنه مخلص يعني هذا هو آمين ربي بعدين يعني كثير في شاعر بيننا الآيان السماوية الثلاثة لماذا هي الآيان السماوية الثلاثة لماذا هي الثلاثة يعني وخاصة الآخر الكرة الآيان السالسة للإسلام يعني في آية بتقول أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقتلون ويقتلون اشترى الحقيقة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقتلون ويقتلون يعني هذا الإرهاب ومصادر الإرهاب في حين في الإنجيل أدنى آيش تقول هكذا أحب الله الآلم حتى هذا لبنهم لا يعلك كل من يؤمن به ويقلص 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 حياة الأبدية هذا الفرق بالمعادلة هناك شراء الأنفس من أجل القتل وهنا المعادلة من أجل إيمان بالإبن المخلص لكي تكون لنا الحياة على أي أساس شكرا على أي أساس نحن دا نجامل كثير مع الأسف من الخدام حتى قدنا في إنجلترا للأسف يقولون يقولون نحن 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 لا نحن لا نحن 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 معه هنا وهناك علشان كذا لازم نحط قدام الأحباء عشان تكون واضحة جدا كل الأديان دي أديان من صنع الشيطان كلام واضح ولا في مجاملة شكرا لك أخ أحمد بس أخي وحيد أنا أريد أقدم إختباري عبر برنامجك الجليل أريد مساعدتك بالموضوع يعني بالمناسبة يعني قديم أتصل بيك من جمال من قبل سنة ونص ممكن لذكرتني طيب طيب ممكن تسيب رقم تليفونك لو سمحت يا أخ أحمد أيوة أطيقيا لا أوكي ماشي خلاص شكرا لك الرب يبارك حياتك لا لا مش هون يا أخ أحمد لا لا مش هون أنت في الكنترول بس ما تكفي للخط طيب بالنسبة للأخ أحمد أنا افتكرت الأخ أحمد من السودان أنا اتصلت بك يا أخ أحمد الأسبوع اللي فات على الأقل ثلاث أربع مرات لا يوجد أي رد فمش عارف هل رقم التليفون خطأ أو يعني لو تحب تتصل مرة أخرى وعلى تعرفنا الأوقات المناسبة لي كأكون سعيد بذلك شكرا طيب أنا عايزة أختم بحتة بس كده أو يعني تختم لنا بالجزء ده الأخوة الكذبة بيقولوا أنه ممكن يكون في طريق تاني للخلاص بنشوف المسيح ورده على بطرس يعني اللي تبنى فكرة برضو أو اتكلم الشيطان أنه حاشاك يا رب أن تصلب صح رد المسيح عليه وإحنا بجي لنا أجل من دقيقة أنا خلصت يعني بشكرك لكن التعليق ده أشكرك عليه ولأنه فعلا بيسر النقاش حتى بطرس لما قاله حاشاك يا رب أن تصلب انتهر الشيطان اذهب عني يا شيطان لأنه الصليب هو برعب الشيطان فالشيطان مش عاوز الفداء فكل من هو ضد ذلك هو كذاب وأبو الكذاب هنكمل خلكم معنا شكرا بنعمة ربنا شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة